الحكم. ذهنك المخادع. مرحباً بكم سيداتي وسادتي والجميع الموجودين معانا من بدري على الشات في حلقة جديدة من حلقات بهنك المخادع. اليوم راح يكون الفصل الرابع عشر للعلم وبعنوان العلم والغيبيات. شنو الفرق بين العلم وبين الغيبيات؟ كيف نبصل بينهم؟ وهذا جزء من الكتاب اللي هو الدليل العلمي لاكتساب مهارات التبكير النقدي. في هذا الفصل يبدأ المؤلف بتقديم هذه التساؤلات. هل هناك وجود للأشباح في عالمنا الواقعي؟ هل بالفعل تحدث المعاجز أحياناً؟ هل يستطيع العلم أن يثبت وجود الله مثلاً؟ وهل أصلاً باستطاعة العلم حتى أن يبحث أو يدلي بدلوه في هذه المسائل؟ في المحاضرة السابقة تطرقنا إلى فلسفة العلم وذكرنا أن العلم يعتمد على مجال فلسفي يسمى بالمنهج الطبيعي. والذي يقول بأن التأثيرات أو الظواهر المادية لا بد أن يكون لها أسباب مادية. أعيدها للأهمية. التأثيرات أو الظواهر المادية لا بد أن يكون لها أسباب مادية. وهذا ليس اختيار عشوائي أو اعتباطي كما قد يدعي البعض من أمثال القنيبي مثلاً. المنهج العلمي بكل بساطة لا يعمل بدون هذه القاعدة الفلسفية الأساسية. وذلك لأن الأمور غير المادية لا يمكن تخطيئتها. أي لا يمكن إثبات عدم صحة هكذا إدعاءات. وعليه فهي تفشل في كل المعايير الضرورية للقيام بأي عمل علمي. لكن لماذا لا يمكن تخطيئ الإدعاءات غير المادية؟ وما أهمية التخطيئ أصلاً أو بالأساس؟ السبب في عدم استطاعتنا تخطيئها هو كونها عشوائية وغير مقيدة. أي أنه لا توجد لها حلود بما يمكنها أو ما لا يمكنها أن تفعله لأنها كتعريف لا تتقيد بالقوانين الطبيعية. قوانين السبب والنتيجة أو للي دارسين رياضيات مسائل المنطق من شاكلة بما أنه إذن. كل ذلك لا يطبق على المسائل غير المادية. وبالنسبة لي شخصياً هذا هو الحد الفاصل بين العلم والغيبية. لكن السبب بأن نكون قادرين على تخطيط الإدعاء ليس لأننا نحب أن نكون سلبيين، بل هو أمر في غاية الأهمية لكل من يريد العمل في المجال العلمي. فهذه هي الطريقة التي يعمل بها التفكير النقدي بصورة علمية صحيحة. أي هي الطريقة التي نفصل بها بين ما هو حقيقي وما هو على الأرجح غير حقيقي. عندما نقيم الأشياء من خلال المشاهدات سواء التجربية أو غيرها التي قد تعيننا على معرفة ما إذا كانت الفكرة خاطئة أو كانت صحيحة. وإذا استطاعت الفكرة أو النظرية أن تبقى قائمة رغم كل المحاولات العديدة والمتكررة في تخطيئها، عندها فقط يأخذ العلماء تلك النظرية بصورة جدية ويعتبرونها نموذج معقول لكيفية عمل الأشياء بالطبيعة. فلنأخذ موضوع الأشباح كمثال وممكن أن تستبدل الشبح بالجن أو أمنا الغولة أو المخلص أو المهدي المنتظر. كل حسب ثقافة بيئته. فما هي مواصفات هذه الأشباح؟ وكيف تعمل؟ كيف يمكننا أن نخطئ فرضية تقول بأن الأشباح مسؤولة عن أي ظاهرة غير طبيعية تمت تجربتها مثلاً بصورة شخصية؟ يعني يقول لك الشخص بأنه يعرف بوجودها لأنها ظهرت له. فكيف بإمكاننا اختبار هذا الادعاء وتخطيئته؟ وما هي الأدلة التي ممكن أن نستند عليها لكي نتأكد من وجود الأشباح؟ كثير من الناس قدموا صور فوتوغرافية عليها مثل بقع ضوئية كدليل على وجود الأشباح. لكن كيف يمكننا التأكد من هذا الادعاء؟ كيف يمكننا أن نختبر ادعاء أن البقعة الضوئية على الصورة هي بالواقع صورة للشبح؟ والأحقة من ذلك هو كيف يمكننا أن نثبت بأن هذا الادعاء غير صحيح؟ لكي نتمكن من تخطيئ هذا الادعاء يمكننا أن نقول بأن الأشباح ليست مادية وعليه فلا يمكنها أن تنتج ميزات مادية معينة أو أن تقوم بأمور مادية معينة مثل ظهورها على الصورة المادية كضوء والضوء مادي مثلاً أو أن تقوم بعمل أي ظاهرة خاصة يمكننا رصدها طبيعياً فإذا كانت غير مادية لا تستطيع أن يكون لا يكون لها أثر في المادة اللي هي كوننا لكن قد يسألك أحدهم ماذا يمنع الأشباح من القدرة على عمل ذلك أي أن يكونوا خارج لطاقة الطبيعة ومؤثرين بها في ذات الوقت ما يمنعهم هو أن التدخل بالطبيعة يعني أنهم بطريقة أو أخرى يتبعون القوانين الطبيعية أي أنهم يتبعون المنهج الطبيعي لكن بما أنهم خارج ما نفهم كقوانين الطبيعة فنظرياً هم ممكن أن يفعلوا أي شيء ونستطاعوا أن يفعلوا أي شيء فهم غير مقيدين بأي قوانين فلا يمكن اختبارهم بالوسائل العلمية وبمعنى آخر علينا أن نسأل هل هناك أي مشاهدات أو تجارب موضوعية من التي تعطينا ولو احتمال بسيط أن تكون فرضية وجود الشبح فرضية صحيحة فإن كان الجواب بالنفي فالإشباح عندها تكون فرضيات غير علمية وهنا هو الفاصل بين الفرضيات العلمية والفرضيات غير العلمية أحد الإدعاءات الأخرى التي لا تقبل التخطيء هي فكرة مبنية على افتراض أن الحياة على الأرض جاءت بالخلق أي أن لها خالق وبنفس الوقت يقول المدافعون عن هذه الفكرة أن إيمانهم يتعارض لا يتعارض سوري مع العلم وعندما تسألهم عن التعارض في مسألة عمر الكون بين العلم والإنجيل مثلا يقولون لك بأن العالم مخلوق مؤخرا بطريقة يبدو فيها وكأنه مخلوق بالأزمنة الغابرة طبعا هذا تبرير ومن ثم يقول إن كنت لا تصدقني فأثبت أني أنا على خضاء إن كان مثل هذا النهج في المحاورة منطقيا فماذا يمنع إذن أن تقول أو تدعي بأن الكون خلق قبل خمس دقائق فقط لكنه خلق بصورة يبدو فيها وكأنه عتيق أو كأن له تاريخ طويل وإن كان العالم أو الكون عمره ستة آلاف سنة فقط فكيف سيفسر البؤمن وصول الضوء إلينا من مجرة تبعد عنا مليون أو مليونين من السنوات الضوئية وقد تكون حجة مناظرك أن الضوء خلق وكان بالطريق أصلا بحيث أنه يبدو وكأنه يسافر مسافات الملايين من السنين الضوئية وهكذا يقي إيمانه باستخدام منهجية تسمى المرافع الخاصة Special Pleading Strategy والتي يقدمها بالعادة الخلقيون كلما يحتاجوا إلى وقاية ادعاءاتهم من التخطيق لكنك لست بحاجة للدخول بهذه الصفطائية من الأساس ففرضية أن يكون العالم مخلوق مؤقرا بطريقة يبدو فيها وكأنه عتيق فرضية غير قابلة للتخطيق وغير قابلة للاختبار علميا لأنك تضحها خارج المنهجية الطبيعية أي هي ليست علمية بالأساس وفلسطين فحجة كهذا تكون مصاغة بالأساس لكي تكون غير قابلة للتخطيق فهناك فرق بين بعض الأفكار التي لا يمكننا تخطيئها أي تلك المصنفة بأنها طبيعيا غير قابلة للتخطيق وتلك الأخرى التي لا يمكن أن تخطأ لأن المعضلة ببساطة هي في طبيعة الادعاء نفسه وليس طبيعة الشيء بلاته وطبيعي عندها أن يقوم المدافع عن الفكرة باستخدام المرافعة الخاصة أو مرافعة بالأخص من أجل هذا the ad hoc pleading لكي يصون تلك المسائل الإيمانية من الاختبارات والتخطيق ويدعي بنفس الوقت أنه يتبع المنهج العلمي وهذه طريقة معروفة للدفاع عن الإيمان لكن ما لا يعلمه هؤلاء هو أنه ما يفعلونه أتى بالنتيجة الحكسية وعمل على إزالة فرضيتهم من مجال العلم ماذا عن الخالق؟ هل وجود خالق للكون هو الدعاء قابل للتخطئة؟ الخالق ككائن قائم بنفسه وحسب التعريف وبالطريقة الاعتيادية التي نراها به هو كائن خارج حدود التقييد بالقوانين الطبيعية للكون أي كائن خارق للطبيعة فهل نستطيع أن نقول أنه من المحتمل أن الخالق قام بخلق الكون ليبدو كأي شيء قد نشاهده بالطبيعة؟ ولكي يبدو وكأنه تطور وعليه فإن أي مشاهدات من العالم الطبيعي حولنا هي متوافقة مع فكرة وجود الخالق صفاً بصف مع نظرية التطور نعم نستطيع إدعاء أي شيء لكن إن لم نستطع تخطئة إدعاء وجود الخالق فهذا الإدعاء أوتوماتيكياً يصبح غير علمي في الواقع المدافعون عن الخلقية أو النموذج الجديد منه المسمى بالتصميم الذكي غالباً ما يتم تحديهم بتقديم نوعية المشاهدات التي تخطئ التصميم الذكي أو نظرية الخلق أو بتقديم بعض الأمور الخاصة التي لن يتمكن التصميم الذكي أو نظرية الخلق من خلقها لكي نختبرها وهم غير قادرين على الاتيان بذلك غير قادرين على أن يقولوا لك كيف يمكن أن نخطئ نظرية التصميم الذكي وهذا اعتراف ضمني منهم بأن نظرية الخلق ليس علم شاءوا ذلك أم أبوه ومثال جيد على من يفعل ذلك هو المحامي فيليب إي جونسون والذي يرجع له الفضل في إنشاء الحركة المدافعة عن التصميم الذكي هذا المحامي استخدم حجة تسمى فلسفياً بالواقعية التيولوجية وكان قد ترأس حملة منذ بداية التسعينات من القرن الماضي مطالباً السماح للتفسيرات الخارقة للطبيعة أن ترجع إلى حقل العلوم الطبيعية يعني يحطونها بالمدارس والجامعات وأيضاً يعني يعملون بها فهو والآخرون الذين يتبعونه يحتجون بأن رفض التفسيرات الخارقة للطبيعة ما هو إلا تعصب من قبل العلماء الذين حسب منطقهم زوروا اللعبة منذ البداية عندما لم يسمحوا للتفسير الخارقة للطبيعة أن تدخل في صياغة النظريات العلمية وهذا نفس النهج الذي يتخذ إياد القنيبي في معظم فيديوهاته لكن جونسون وآخرون من الذين حدوه لم ينتبهوا إلى أن هذا الاختيار من قبل العلماء أي ما هو علم وما هو ليس علم ليس اختيار عشوائي من قبل العلماء بل هو ضروري للمنهج العلمي لكي يكون فعالاً وسليماً هذه النقاشات الفلسفية تمت أيضاً بالقرون الماضية فالفلاسفة بالماضي تجادل في هذه الفكرة كثيراً عندما تحدثوا عن العلاقة بين خوارق الطبيعة والمنهج العلمي ومن ثم قرر فلاسفة العلم بأنه لا يمكنك أن تجمع بين الأثنين فأنت لا تستطيع أن تدخل الأسباب المعتمدة على الخوارق للطبيعة أو المعاجز أي الأسباب غير المادية في التفاسير العلمية لأنها ليست مقيدة ولا يمكن تخطيها بالحقيقة عندما تم اختبار مدى دستورية تدريس مادة التصميم الذكي بالمدارس في محاكمة دوفر ضد كاتس ميلر مؤخراً وجد القاضي جون جونز بأن ادعاء المدافعين عن التصميم الذكي بأنه علم شرعي وأن الخوارق الطبيعية ممكن أن تدخل المجال العلمي أمر غير جائز وأصدر الحكم قائلاً أن هذا ليس وارد لأنها مسألة منتهية من قبل فلاسفة العلم ضمن مناوشات حادة منذ قرنين من الزمن وليست قابلة للاحتبار كموقف فلسفي شرعي الفيلسوف بيرتنرد رسل أيضاً قدمه مو اللي معانا بالشات الفيلسوف الأصلي قدمه تشبيه للتفرقة بين ادعاء قابل للاختبار وآخر غير قابل للاختبار عند الاتيام بالنظرية أو الفرضية والتشبيه هذا يعرف اليوم بإبريق رسل أو إبريق شاي رسل فما قاله هو تخيل أن أحدهم يدعي أنه يؤمن بوجود إبريق شاي عادي يدور في مدار حول الشمس بمكان ما بين الأرض والمريق أي سيكون شيء أسود صغير غير مرئي بأي من الأجهزة التي لدينا على وجه الأرض أي ليس لدينا مجسات ممكن أن تقوم نظرياً بالتحري عن وجود هذا الإبريق وحتى لو كان لدينا هذه الأجهزة فالفضاء شاسع بالضخامة والمسافة بين مداري الأرض والمريخ شاسع لدرجة أنه يمكن أن يكون لدينا دزينات من المجسات للتحري عن هذا الإبريق لمدة قرون ومع ذلك سيكون احتمال ضبطه قليل لدرجة أصلاً غير معتبر وعلي فماذا يمكننا القول عن هذا الإبريق؟ حسب التعريف العملي سنقول أنه غير موجود لكن هل يعني ذلك بأننا يمكننا أن نقر بأن هذا الاستنتاج أي أنه غير موجود هو استنتاج معقول؟ أي أنه غير موجود بصورة تدعو للإيمان بوجود هذا الإبريق؟ يقول رسل بأنه على الأقل عند العمل في الحقل العلمي فالحجة دائماً على من ادعى وأن عدم القدرة على إثبات أن الإبريق رسل غير موجود أي عدم القدرة على إثبات أن الإدعاء خاطئ ليست بالحجة الكافية للاعتقاد بوجود هذا الإبريق في مدار حول الشمس خارج مدار الأرض فنحن كبشر باستطاعتنا أن نخلق إدعاءات غير متناهية بل نحن مبدعون فيما لا يمكن لا عملياً ولا نظرياً إثبات أنها نظريات خاطئة وعلي ففلسفياً هل علينا أن نؤمن بكل نظرية يأتي بها شخص ما؟ هذا يدخلنا بموضوع إثبات النفي في العلم فليس بالإمكان إثبات النفي بصورة مطلقة من حيث إثبات عدم وجود الشيء ممكن أن نقول بأن شيء ما يستحيل الوجود حسب ما نعرف من القوانين العلمية والطبيعية وهذا تصيح معقول لكن شيء من مثل هل يوجد إبريق يدور بمدار حول الشمس عملياً مستحيل إثباته والاستنتاج بأن شيء ما من مثل إبريق رسل غير موجود يمكن أن يكون جيداً فقط في حدود قدرتنا على البحث الدقيق عنه يعني في حدود الوسائل التي نملكها وهذا صعب مع إبريق رسل لم يكن مستحيلاً على الأقل من الخلال الوسائل التي لدينا حالياً وعلي فأبحاث مثل هذه ستكون دائماً غير مكتملة لأنه عندما تكتمل خطة البحث الأولى التي رسمتها فأنك سترى أن الأمور تغيرت وأن الإبريق تحرك من مكانه مثلاً فلم تستطيع أن ترصده وعليه فعليك القيام بعادة البحث بخطة جديدة أي أنه سيكون نشاط غير قابل غير منتهي لأنه لن يكون أبداً عمل مكتمل دائماً سيكون هناك نواقص به لكن مع ذلك فهذه ليس كلها ليست حجج للإدعاء القائل بأن الإبريق موجود وهذه كانت النقطة التي أراد رسل أن يوصلها ماذا لو ثبت أن كل التفاصيل الأخرى للظواهر تم التسليم بعدم صلاحيتها فهل نلجأ وقتها للمورائيات أو للخوارق لنرجع لمثال الصورة وبقعة الضوء التي هي من المفروض أن تكون صورة للشبح يمكن أن يجادلك أحدهم بأنه تم اختبار كل التفاسير والاحتمالات لوجود بقعة الضوء وتم إسقاطها جميعاً لأنها لم تكن ذات احتبار أي أني بحثت في شيء ممكن أن يكون في كل شيء ممكن أن يكون السبب في ظهور هذا الضوء ولم أجد وعليه فالسبب الوحيد لوجود البقعة لابد أن يكون صورة الشبح كما شرحنا في محاضرة المنطق والمغالطات المنطقية فالشخص هنا يستخدم مغالطة الالتماس بالجهل فإن كنا لا نعلم ما سبب وجود الضوء على الصورة فهذا يعني ببساطة أننا لا نعلم وهذا لا عيب ولا ينقص من شأننا وأيضاً لا يعني بأن السبب في الضوء هو وجود الشبح فهذه أيضاً مغالطة منطقية أخرى تعرف بالثنائية الخاطئة يرتكبها الشخص عندما يقول بما أن الظاهرة غير معلومة إذن والحالة هذه لا بد أن تكون بسبب الشبح أي إما هذا أو ذاك أو إن لم يكن هذا فهو أحد من ذاك في حين أنه ممكن أن يكون السبب أي شيء آخر نحن حالياً لا نعلم أن له تفسير أو لا نعرف تفسيراً له فإلغاء كل الفرضيات المنافسة لا تعني أن فرضيتنا صحيحة بل تعني ببساطة أن الظاهرة غير معروفة حالياً وهناك دائماً أسباب أخرى نحن حالياً نجهلها وهذا أيضاً يدخلنا بمغالطة منطقية أخرى عادة ما ترتكب عندما يقوم البعض بالخلط بين ما لا نعلم وما لا يمكن معرفته بالأساس عدم معرفة ما سبب وجود الضوء على الصورة لا يعني أننا لن نتبكن أبداً من تقديم تفسير طبيعي له ولا نحتاج لالتماس الخوارق للطبيعة كي نستطيع التفسير لكن كيف نفرق بين ما لا نعرفه الآن وما لا يمكن أن نعرفه أبداً؟ للإجابة على هذا السؤال دعونا نتطرق لما يسميه الفلاسفة بالحدود الأبستمولوجية للعلم واللي ذكرناها بالحلقة الماضية فكما ذكرنا الأبستمولوجيا هي الدراسة الفلسفية للنموذج العلمي هي كيف نعرف ما نعرف وما هي علاقة العلم بالمعرفة فالنهج العلمي يتعامل فقط مع الادعاءات العلمية أي يعتبر أي نظرية علمية فقط عندما تكون معروضة بطريقة أو مصاغة بحيث تكون فيها قابلة للتخطيق وقابلة للاختبار ليس فقط نظرياً بل حتى عملياً أي أنه عليك أن تصيغ الطرق بالمشاهدات أو التجارب التي تتمكن من خلالها أن تدعم نظريتك أو تخطئها بل أن تكون قادراً على تخطئتها فذلك هو الموضوع الأهم وبالخصوص للفرضيات ومن مظهر للسخرية أن يعتبر البعض أن أي ادعاء ممكن أن يكون علمي عندما يقوم بعزله وبصورة نظامية عن إمكانية التخطيق هل تذكرون كارل سيغن وتنينه الذي تحدثنا عنه في المحاضرات الماضية ذلك التنين الشبحي الخفي الذي لا يمكن رؤيته المحلق بالأجواء فلا يترك أثرها آثار بالأرض والذي لا يصدر حرارة من فمه بحيث يمكن أن تقيسه وبالتالي من المستحيل مشاهدته أو قياس آثاره مع طلب الشخص الآخر بأنه يجب عليك أن تعتقد فيه مع أنك لا ترى أي آثار له كيف يمكنك أن تخطئ هذه الفكرة لو قال لك أثبت لي أن هذا التنين غير موجود فلو تأخذ أي فكرة وتنزع أي قدرة على تخطيئها بالالتماس بالمرافعة من أجل هذا الغرض أو ما يسمى ad hoc special pleading والتي تستخدم في هذه الحالات فأنت لا تثبت بهذه المرافعات أن الإدعاء أو الفكرة سليمة بل كل ما تفعله هو أنك عزلت هذا الإدعاء من قابليته للاختبار وقابليته للتخطيئ فخرج من المجال الذي يعمل به العلم أساساً هناك أفكار لا يمكن تخطيئتها أبداً أو كما ذكر أحد الشخصيات الكوميدية ساخراً بأنه يشك بأن كل أثاث منزله تم استبداله بآخر مشابه ومطابق له بالتمام والكمان ونحن نفهم أن هذه صفية وألا فكيف يمكنك أن تعرف إن كان ما يقوله الكوميدي حقيقة أم لا لأن هذا الإدعاء بطبيعته التي عرضت عليك غير قابل للتخطيئ وهناك الكثير من المقاهيم التي تشبه ذلك أي أنها حتى نظرياً غير قابلة للتخطيئ مثل ذلك مثل الإدعاء بأن الأرض تم خلقه خمس دقائق ماضية فقط لكنه خلق بصورة يبدو وكأنه مع كل ما ينطوي عليه من تاريخ طبيعي هو بالضبط أربعة بوينت خمسة بليون سنة فهذا الإدعاء أيضاً بطبيعته غير قابل للتخطيئ لكن المعتقدين بالمورائية أو الخوارق أو هؤلاء الذي يدعمون بالإيمان الخوارق غالباً ما تراهم يسعون لركوب موجة العلم فهم يدعون وجود دلاء العلمية للأمور الغيبية أو بمعنى آخر يتعاملون مع الإيمانيات الغيبية وكأنها إدعاءات علمية وتجريبية ومن ثم يجادلوك بأن الغيبيات لا يمكن أن تثبتها بالنفي أو تثبت عدم وجودها عندك مثلاً عادل كردي بالجسور أعتقد حلقة أو حلقتين ماضين استخدم نفس الحجة لإثبات وجود المهدي فكيف يمكن أن تثبت وقال أنك لا تستطيع أن يعني ما تستطيع أنك تقول أنه غير موجود لا تستطيع أن تثبت النفي فكيف يمكن أن تثبت أنه لا وجود للأشباح ما يفعله هؤلاء هو أنهم يضعون رجل في مجال العلم عندما يدعون أنهم ينتهجون النهج العلمي فيقول لك مثلاً أن العلم أثبت بالتجربة أن تليبورتيشن أو غياب الشيء من مكان وظهوره بمكان آخر بنفس اللحظة أمر علمياً ممكن وبعد ذلك ينتزعونه من العلم بالتطرق بوجود الجن وقدراته لخرق الطبيعة في قوله قال عفريتم من الجن أنا آتيكم به قبل أن تقوب من مقامك وإني عليه لا قوي أمين كما يفعل أدنان إبراهيم أو كما حاول الأخ عادل التركي على الجسور أن يقنعنا عندما ذكر أن ظهور المهدي علمياً ممكن بعد الرياض فهم عندما يفعلون ذلك فهو لكي يمنعوا إدعاءاتهم من التخطيط بنفس المنهج العلمي الذي استخدموا فيها الأدلة ومرة أخرى كل ما يفعلوا هؤلاء هو أنهم يلتمسون حجة مرافعة الالتماس الخاص special pleading لكي يقو إدعاءاتهم من التخطيط وبنفس الوقت يظهروا أنهم تعاملوا معه بنهج علمي طيب على هذا الأساس ما هو موقف العلم أو الفلسفة الخاصة بالمنهج العلمي والأبستومولوجي حيال تلك الأفوان حيال تلك الإدعاءات التي لا يمكن تخطيئها مثل إبريق رسل على سبيل المثال بالنسبة للأبستومولوجيا فهو يشترط بأن يكون الإدعاء إما داخل حدود التحقيقات العلمية أي الاختبارات والتخطيئات وغيرها أو يكون خارجها ولا ينفع أبدا أن يكون بالأثنين معا فإن كان ضمن مجال التحقيق العلمي فيجب أن يتم التعامل معه كأي إدعاء علمي آخر وليس كحالة خاصة تحتاج إلى مرافعات ومغالطات وإن كان خارج لطاق العلم أي لا يقبل الاختبار أو التخطيئ عندها سيكون العلم متشككا بهذا الإدعاء بمعنى أننا ممكن أن نقول عن الأمر بأنه مجهول وغير قابل للمعرفة من قبل العلم بسبب أنه لم يتم التحقيق عنه بالمناهج العلمية الطبيعية هذا مع العلم بأنك فلسفيا ممكن أن يكون لك أي رأي آخر لكن الاستنتاجات التي ستخرج بها شئت أم أبيت لن تكون علمية بل يمكننا أيضا أن نطبق شفرة أوكام فنقول بأن هذه الفرضية أساسا غير ضرورية فبما أنك لا تستطيع أن تخطئ الفكرة ولا أن تختبرها إذن والحالة هذه هي غير ضرورية لتفسير العالم الطبيعي الذي نشاهده كيف إذن نستطيع أن نعرف خوارق الطبيعة بصورة عملية؟ أي شيء موجود في مجال العالم الطبيعي يعتبر كتعريف أمر طبيعي وليس خارق لقوانين الطبيعة هذه الجزئية من المعادلة سهلة ومباشرة وتطبق على أي شيء له تأثير على العالم بحيث يكون هذا التأثير قابل نظريا لأن يجس ويقاس أو يقاس أي طالما كان هذا الشيء يتفاعل مع العالم الطبيعي فلابد أن يكون به بعض الخواص المواد الطبيعية القابلة للملاحظة والمشاهدة والاكتبار وممكن أيضا أن نقول بأن أي ظاهرة مجهولة حاليا هي بكل بساطة مجهولة وليست بالضرورة ستكون مجهولة للأبد أو أنها خارقة للطبيعة أي أنه ليس كل مجهول هو بالضرورة خارق لقوانين الطبيعة فهل يجوز عنده إذن أن نعرف الخوارق بأنها ظواهر ليست فقط مجهولة بل أيضا لا ولن تتقيد بالقوانين الطبيعية أي أننا لن نتمكن أبدا من حل لغزها أو كما يقول البعض عقولنا محدودة ولا تصل إلى تلك الحدود لحل لغز ما هو خارق للطبيعة لأنه خارج نطاق الطبيعة الخوارق هي ظواهر ليست محصورة في حدود قوانين الطبيعة التي نعرف وعلي هي ليست قابلة أبدا للتخطيط لأن هذه القوانين الطبيعة أما أن تكون طبيعية أما أن تكون معطلة أو أنه تم اختراقها في الظاهرة الخارقة فلذا نحن نستطيع أن نقول بأن الظواهر الخارقة للطبيعة هي مجهولة الآن لأن هذا التعريف سوري نحن لا نستطيع أن نقول بأن الظواهر الخارقة للطبيعة هي مجهولة الآن لأن هذا التعريف غير دقيق للخوارق لكن ماذا لو قلنا بأن الخوارق هي تلك الأشياء التي تعارض قوانين الطبيعة هذا التعريف معقول نسبيا للخوارق لكن السؤال الآخر والذي سيطرح نفسه هو كيف يمكننا أن نعرف هذه الظواهر بالفعل خارقة للطبيعة أم لا لنقترض جدلا بأننا نحيا بعالم آخر توجد به الخوارق بالفعل أو ما نحسب أنه العالم الطبيعي لا يمثل الواقع الوحيد الذي يحيط بنا بل هناك عوالم أخرى لا نراها ولا نستطيع قياسها هل نستطيع علميا أن نكتشف ذلك هل يستطيع العلم أن يتحقق من هذا الافتراض بما أنه وحسب التعريف فالظاهرة الخارقة لا يمكن أن تفسر بالقوانين العادية للطبيعة وهذا يعني بأنه في عالم به بعض الخوارق بالفعل أي ظاهرة خارقة ستخلق أي ظاهرة خارقة ستخلق لك شدود عن القواعد العلمية الطبيعية المعروفة أي ستبدو غريبة عند قياسها بالقوانين الطبيعية التي نعرفها هذا مع العلم بأن الشدود عن القاعدة ليس بالأمر الغريب على العلماء فهم يواجهون أثناء قيامهم بالنشاطات العلمية ولا الوقت بل هم يحبون أن يجدوا كل ما يشد عن القاعدة لأن ذلك يعتبر أمر غير مفسر بما لدينا في الوقت الحالي من القوانين الطبيعية فيكون مؤشر لقوانين لم يتم اكتشافها بعد وهذا هو المكان الذي تكون أو تنصب فيه الأبحاث والاستكشافات العلمية فالأمر الشاب عن القاعدة يعتبر أمراً جلياً للتقدم العلمي وسنسمع في كل الميديا لكن لو كنا نحيا في عالم به خوارق بحيث أنه توجد ظاهرة خارقة بالفعل للقوانين الطبيعية فهذا سيخلق الشدود عن القواعد لأنها ستكون عندئذ خارج مجال القوانين المعروفة للطبيعة أو مجال البحث العلمي مع كونها مستمرة وبإصرار في الحدود وهناك دائماً الشخص الذي يذكر تجاربه الشخصية تجاهها ولن تكون لدينا قابلية لحل لغزها ضمن المنطق الطبيعي لأنها كتعريف لا يمكن تفسيرها للقوانين الطبيعية وعلي فأفضل ما يستطيع العلم أن يقول به في عالم به خوارق للطبيعة هذا لو كان جدلاً موجود هو أن يعرف هذه الظواهر الشادة التي لا يمكن حل لغزها مع أنها مستنرة بالحدود لكن دعونا نفكر لو كانت مثل هذه الظواهر تحدث باستمرار فهذا حتماً سيكون متيراً للدهشة بالنسبة للجميع لكن هل سنعرف بالتأكيد وقتها أننا نحيا بعالم به خوارق طبيعية أم لا؟ على أقل تقدير سيكون هذا الشيء أمر ملح بالنسبة للعلماء للبحث فيه وهنا سيطرح السؤال التالي نفسه كم من الوقت نحتاج لنحدد ما إذا كانت الظاهرة بالفعل خارقة للطبيعة أو أنها شيء آخر لا نعرفه حالياً المسار العلمي ليس إلا حديث العاد في عدة قرون وهو أصبح مؤسساتي حازم فقط في مدة قرن أو قرنين ونصف سوري بقرن أو قرن ونصف على أحسن تقدير وهذه ليست بالفترة الكبيرة الكافية من التاريخ البشري أي نحن لا نملك تاريخ طويل مع البحث النظامي العلمي للعالم الطبيعي بحيث يكون باستطاعتنا تقدير كم سيطول الوقت لحل لغز كل مسألة غامضة أو كل مسألة شادة عن القوانين الطبيعية وتاريخياً نحن كانت لدينا مساء العلمية حيرة العلماء لمدة عقود وبالنهاية تم حلها أحد الأمثلة ما ذكرته في الفصل السابق عن عدم قدرة الفيزياء الكلاسيكية أو العلماء من خلال الفيزياء الكلاسيكية تفسير شيء مثل مدار عطارد لمدة أربعين سنة تقريباً فعطارد لم يكن يتحرك في مداره حسب التنبؤات التي قدمتها الفيزياء الكلاسيكية فهل كان سيكون معقولاً عندها أن ندخل الجن مثلاً أو أي تفسيرات خارقة للطبيعة بالموضوع لحل هذه الإشكالية يعني بقولنا أنها حالة شادة عن القوانين الطبيعية مثلاً وعليه لا بد أن سببها قوة خفية لا تدركها الأبصار أو كان الأفضل أن نكون منطقيين أكثر فنقول بأننا لا نفهم الآن لماذا يتصرف عطارد بهذه الصورة لكن أكيد هناك حل أعمق لهذا اللغز والعلم لم يكتشفه بعد وهذا هو النهج الذي يتخذه العلماء لكن ماذا لو استمر اللغز الشدود عن القاعدة ليس فقط لعقول بل لقرون أو حتى آلافاً من السنين هل هناك نقطة معينة نقف عندها لنقول أن هذا اللغز لن يحل أبداً وعليه لا بد من وجود قوة مؤثرة خفية تخرق قوانين الطبيعة في العالم هنا تصبح المسألة فلسفياً غير علمية لكن ما نستطيع أن نقوله هو أن التاريخ العلمي هو نوع ما تقدمه بصورة طردية وهنا يرجع الفضل للفلسفة الخاصة بالمنهج الطبيعي فالألغاز الغامضة بالأمس تم حلها بصورة كبيرة أو تم استبدالها بأمور أعمق وأكثر دقة وكلما تقدم العلم مع الزمن كلما كانت أجوبتنا أكثر دقة ومعارفنا أكثر عمق التقدم على مر الزمن هو السمى الأكثر وضوحاً للعلم ولم يتوقف أبداً عند حقيقة أنه في وقت ما كان هناك لغ صعب لم نستطع أن تفسيره بالطرق الطبيعية بل أنه سيكون هناك دائماً تلك الأمور الغامضة وغير القابلة للتفسير الطبيعي إلى أن يقوم العلم بتفسير كل شيء بصورة مطلقة وهذه مسألة فلسفية أخرى نستطيع أيضاً أن نقول بأن النهج العلمي عملي للغاية أي الاستنتاج بأنه بما أن الظاهرة غامضة أو شاذة عن القوانين الطبيعية فلابد أن يكون وراءها قوة خارقة هذا الاستنتاج ممكن أن يؤدي بنا إلى الكالدوسات أو طريق المسدود أي ممكن أن نقف عند هذه النقطة ونسلم الراية ونوقف كل بحث في هذا المجال نقول مثلاً أنه بما أن هذا الشيء وراه قوة خفية فلن يصل عقلي المحدود أبداً إلى معرفتها وهو خارج نطاقي المعرفي وعليه فسأضاعه في خانة الأمور الخارقة للطبيعة أي أقول أن سببه الجن مثلاً كما تم التعامل قديماً مع موضوع الحالات النفسية وينتهي البحث عند هذا الحد وهذا ليس طبيعة البحث الألمي ولولا العلماء الباحثون عن الأسباب الطبيعية لما تقدمنا به بعلم النفس وعلم الأعصاب لما تقدمنا بعلم النفس وعلم الأعصاب وكنا لازلنا نضرب المرضى لنستخرج منهم الجن أفواً شوية أنا البرحم هنا مع عيني تزغل سامحوني البحث العلمي بطبيعته لا يتوقف أبداً فكل الألغاز الغامضة يفترض بداية أنها قابلة للحل ومن ثم يتابع العالم المسير من خلال التجارب العملية والبحث العلمي ولقد أثبت العلم بأن انتهاجه لهذه الطريقة على الأقل حتى يومنا هذا كان مفيد وعملي بصورة كبيرة وسواء كان هذا النهج فلسفياً صحيح بالمطلق أم لا فهذا جدال لا يمكن أن نعرف نهايته يعني جدلياً ليس بالأمكان معرفته ماذا عن المعاجز؟ المعاجز مثلها مثل الخوارق والمورائيات من حيث كونها ظواهر تبدو وكأنها تخالف قوانين الطبيعة ولا تختلف عن الأمور التي قمنا بوصفها حتى الآن هي أشياء تحدث ولا نستطيع تفسيرها أي شابة عن القوانين الطبيعية كانت ولا زالت تعتمد على مغالطة الالتماس بالجهل فيتم تسميتها بالمعاجز هذه المحاضرة حتى الآن ترقص ما بين الإيمان والعلم فالإيمان كتعريف هو الاعتقاد بالشيء بدون معرفة هو الاعتقاد بالشيء الذي لا يعتمد على الأدلة التجربية والفلسفة بالمنظور العلمي على الأقل وعلى هذا الأساس فهل هذا يجعل الإيمان والعلم أمران غير متوافقا في الواقع هذا يعتمد على كيفية تعريف كل منهج فلو كان الإيمان خارج المجال التجريبي العلمي وهو بالتأكيد ليس علمي وعليه فلا يمكن استخدام الإيمان في تفسير المسائل العلمية وبنفس الوقت بما أن العلم يعمل في الحدود الأبلسيمولوجية أي الحدود التي رسمتها الفلسفة المعرفية بالمجال العلمي فهي جدليا لا يمكن أن يكون لها تفاصير لكل المسائل أو الادعاءات ماذا لو كنت تعمل بالمجال العلمي وبنفس الوقت لديك بعض الاعتقادات عن الطبيعة الأكبر للواقع والأمور ليست فقط غير معروفة حاليا بل هي غير قابلة أساسا للمعرفة لأنها غير علمية بالصورة التي تم صياغة فكرتها كالخوارق مثلا فهل يجوز حينئذ أن يكون لديك إيمان في أمور يتشكك بها العلم أي هل يمكن أن تجمع بين العلم والإيمان حتى لو ناقض بعضه بعضا هذه بالواقع مسائل شخصية وفلسفية فالناس لديهم تعصبات قوية في كل الطرفين الطيف بين الإيمان بالغيبيات والاعتقاد بقوة العلم فهناك من يعتقد أن العلم بإمكانه أن يثبت بأن إيمانه صحيح وعليه فلا يرى التناقض بين الأثنين بل يرى هما مكملين لبعضهم البعض وهناك من يعتقد أن كل مسألة غامضة ستحل بالنهاية بالطرق العلمية الطبيعية أو على الأقل يجب أن تحل يوم بهذه الطريقة ولا تحتاج لإدخال عامل غيبي فيها ويقول المؤلف كرأيه هو أن العلم له حدوده وما يفعله الناس خارج هذا المجال هو أكثر من مجرد مسألة اختيار شخصي باعتقاده بالواقع هذا يقع في مجال الحرية الدينية فالناس أحرار باعتقاداتهم عن هذه المسائل أو الألغاز التي لا يمكن حلها أي المسائل التي تخرج عن مجال العلم والذي يكون موقف العلم منها هو مجرد التشكيك بصحتها هناك أيضا أنواع خاصة من المسائل التي هي بطبيعتها خارج نطاق المجال العلمي مسائل من مثل القيب والجماليات والذوقيات والحكم على الشيء أخلاقيا فهذه الأمور ليست محلولة بصورة موضوعية صارمة تعتمد كليا على الأدلة التجربية لكن ذلك لا يعني أن العلم لا يستطيع أن يمد بالمعلومات في هذا المجال فالعلم يستطيع أن يشكل نموذج للأحكام الأخلاقية على سبيل المثال لكنه لا يستطيع أن يقر ما هي الأخلاقيات بموضوعية كاملة من خلال الطرق التجربية مثل ما يحصل بالعلوم الفيزيائية مثلا ستيبن جاي جولد والذي كان عالم أحافير أتى بتعبير Non Overlapping Magisteria أو N-O-M-A Noma ورح أقولها Noma من الحين رايح علشان الكلمة طويلة والتعريف طويل وحسب ترجمة المتواضعة لهذا هي العوالم غير المتداخلة فلكي يوصل طريقته في الرد على مثل هذه المسألة أي مدى توافق الإيمان والعلم قام جولد بفصل الإيمان والعلم إلى عوامل عقلانية مختلفة فقال أن العلم يتعامل مع المعرفة التجربية للطبيعة وأن الإيمان وهو لا يقصد الإيمان الديني بالذات لأن هذا التعريف به بعض الإشكالات لكن الإيمان بصورة عامة يتعامل مع مساحة الأخلاقيات والأحكام وهي أشياء لا يمكن أن تقرب النهاية كلياً مع العلوم التجربية وهذا يعني بأنه لا يجوز للإيمان أن يتعامل بالمسائل التي من الممكن إيجاد حلول علمية لها حتى لو كان ذلك آنياً وحسب طريقة جولد باستخدام فلسفة النومة لا يجوز للإيمان أن يحدد ما يستطيع وما لا يستطيع العلم أن يتدخل به وبنفس الوقت لا يجوز استخدام المناهج العلمية للبحث في مسائل إيمانية لا يستطيع البحث العلمي أو لا يمكن البحث العلمي فيها لكونها كتعريفات أصلاً غير قابلة للتخطيط ولو قلنا بأن العلم يستطيع الإجابة على كل الأسئلة فهذا ما تم تعرفه فلسفياً بالساينتزم أو العلموية ويقول المؤلف عن نفسه بأنه بالطبع مناصر قوي للعلم لكنه أيضاً يفهم الحدود الأبستومولوجية للعلم فالعلم يستطيع فقط أن يكون متشككاً تجاه ما هو غير قابل لاختبار الاتهاء والأمر الأهم هو تحديد الأسئلة التي من الممكن أو يجب أن يجيب عليها العلم وأن لا يكون هناك خلط بين الأسئلة العلمية والأسئلة الغير علمية أو الأسئلة غير العلمية وطالما جعلنا هذين المجالين منفصلين عن بعضهم البعض فلن توجد مشكلة فلسفية وبالنهاية الأشخاص هم أحرار في اختياراتهم أو إيمانياتهم طالما عملوا فصل بينها وبين عملهم العلمي لكن المشاكل تحصل عندما لا يكون هناك تفاهم واضح لكيفية تعريف الحدود لكل من العلم والاعتقادات غير العلمية أو الإيمانيات وكخلاصة نستطيع أن نقول أنه من المهم أن نبقي هذه الأسئلة منفصلة وإلا فأن بحث العلماء بالمسائل التي هي ليست علمية أو إيمانية بالواقع يقلل الثقة والاعتقاد بالمناهج العلمية لأن هذه المسائل لا تخطع للمعايير العلمية بالأساس وقد تتعدى إيمانيات الشخص على مسائل يجب أن تكون علمية بالمقام الأول وجدلياً ممكن أيضاً أن يحسب البعض بأن تدخل العلم بالدين هو تعدي على حرية الاعتقاد للآخرين لكن لا يجب أن ندافع عن العلم يعني مع هذا لا يجب أن ندافع عن العلم السيء بحجة أن هذا الأمر لا يمكن أن نختبره بالنهج العلمي أو لأن هذه الفرضية بالأساس فرضية خارج لطاق العلم عندما أصبحت إيمانيات فالإيمان بالإكسترا سنسري برسبشن ESP مثلاً أو يعني اللي يدعون أن لهم قوة خارقة مثل الحاسة السادسة أو عندهم بركات خاصة أو أنهم قادرين على قراءة الطالع أو قراءة الأفكار عن بعد أو لديهم قابلية على ترك أجسائهم للتحليق فوقها أو ليسمونه بالإسقاط النجمي أو قدرتهم على الطيران أو قدرتهم لاستحضار الأرواح كل تلك الأمور وغيرها من التي تقع ضمن الـ ESP بل وحتى صياغة نظرية الخلق أو التصميم الذكي كل هذه ما هي إلا محاولات لامتطاء عالمين مختلفين والخلط بينهما وهذا لا يجوز لا يجوز أن تكون علمي أحياناً وإيماني أحياناً أخرى عندما تتعامل مع نفس المسألة لأن هنا تقع المشكلة الحقيقية ومثال على ذلك ما يفعله كل من ياد القنيبي وعدنان إبراهيم ودكتور علي الكيالي ودكتور زغلول النجار وغيرهم من الذين كرسوا كل حياتهم لخلط إيمانياتهم بالعلم في حين استطاع شخص مثل نضال قسوم من الفصل بين الأثنين نضال قسوم شخص متدين وفي نفس وقت فيزيائي وفلكي جيد ولا يخلط بين الأثنين وشتان ما بين الأمانة المهنية لكل هؤلاء وبين الأمانة المهنية العلمية للأخير وبنهاية الأمر لا يمكنك أن تكون بالمجالين بنفس الوقت إن لم تكن قادرا على الفصل بينهما وهنا ننتهي من الفصل هذا وللأسف ما أدلش نسيت شن الفصل القادم بس ممكن نفكره بعدين نعم أبو الحكم